واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها المتميزة وحققت الأجهزة الأمنية خلال أسبوع نجاحات كبيرة في مكافحة شتى صور الجريمة نتبع جهود متميزة لأجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية خلال أسبوع حققت خلالها الأجهزة الأمنية نجاحات كبيرة في مكافحة شتى صور الجريمة فمن خلال استهداف وضبط العناصر الإجرامية شديدة الخطورة أصفرت جهود الأجهزة الأمنية عن ضبط عدد سلاسمائة وسلاسة وخمسين عنصرا إجراميا شديد الخطورة بنطاق ثلاث وعشرين مدرية أمن والسابق اتهمهم في العديد من القضايا أبرزها سرقة، سلاح، مخدرات، قتل وضبط معهم مائتين وإحدى عشر قطع السلاح ناري وكميات كبيرة من الطلقات مختلفة العيرة والمواد المخدرة وفي مجال استهداف البؤر الإجرامية شديدة الخطورة بمنطقة بحيرة منزلة بنطاق محافظات ضميات وبرسعيد والدقهلية ومنطقة السحر والجمال بنطاق محافظتي الشرقية والإسماعيلية تم ضبط سبعة وخمسين متهما وضبط معهم أسلحة نارية ومواد مخدرة وفي مجال ضبط الأسلحة النارية والبيضاء غير مرخصة ضبطت أجهزة وزارة الداخلية خلال أسبوع سبعمائة وسبع عشر قطع السلاح ناري أبرزها ثمان وستون بندقية ألية ورشاش وسبع وثمانون بندقية وسبعة وعشرون مسدسا وخمسمائة وأربعة وثلاثون فرد محل الصنع وكمية من الطلقات مختلفة العيرة وخمس وثمانون خزينة إضافة لألف ومائة وثمان عشر قطع السلاح أبيض وترسيخا لمبدأ سيادة القانون نجحت أجهزة وزارة الداخلية في مجال تنفيذ الأحكام في تنفيذ أربعمائة وستة وثلاثين ألفا واثنين وأربعين حكما قضائيا من بينهم ألف وخمسمائة وأحد عشر حكم جنيا ومائة وخمسة وخمسون ألفا وسبعمائة واثنان وخمسون حكم حبس ومائتان وخمسة عشر ألفا وسبعمائة وسمانية وسبعون حكم غرامة وثلاثة وستون ألفا وواحد حكم مخالفة وفي مجال ضبط التشكيلات العصابية والقضايا المتنوعة نجحت أجهزة الوزارة خلال أسبوع في ضبط أربعة تشكيلات عصابية ضمت أحد عشر متهما قاموا بارتكاب سلاسة وعشرين حادث سرقة متنوعة وتم كشف أموض اثنان وستين حادث ما بين حريق عمد وقتل وسرقة وضبط مرتكبها بإجماري خمسة وتسعين متهما كما تم إعادة سيارتين مبلغ بسرقتهما وفي مجال مكافحة المخدرات وضبط المتاجرين فيها تمكنت أجهزة وزارة الداخلية خلال أسبوع من ضبط تسعمائة واسني عشر قضية إدجار في المواد المخدرة من بينها قرابة واحد وستين ونصف كيلو جرام من مخدر الحشيش وما يقرب من مائة وواحد وسبعين ونصف كيلو جرام من نبات البنجو المخدر وكمية من مخدر الهروين وزنت ما يقرب من واحد وعشرين كيلو جرام وضبط قرابة سبع كيلو جرام من مخدر الأيس الشابو إضافة إلى أكثر من 12 كيلو جرام من مخدر الاستيروكس وعدد 10352 قرص مؤسرة و 1198 قرص ترامادول مخدرة هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة بحوالي 14 مليون جنيها كما تم ضبط قضيتي غسل أموال قدرت قيمة الممتلكات فيهما بقرابة 60 مليون جنيها متحصلة من الإتجار غير المشروع بالمواد المخدرة